معنا مباشرة من القاهرة أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة صفوة العالم أهلا بك أستاذ صفوة كمراقب للإعلام التقليدي لعقود طويلة واليوم الإعلام الرقي ومواقع التواصل الاجتماعي هل فعلا ما نراه من مآسي يرتبط بالقول المأثور إن أردت أن تقتل إنسان أطلق عليه شائعة ما في الشك في السنوات القليلة الماضية تعظم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في كل القضايا الهامة وفي كل الأزمات والمشكلات الحياتية والمعيشية والسياسية وفي هذا السياق يتعظم دور كل فرض في تناول هذه الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحلو له من نكات من شائعات من مضامين مغرضة توضح أهداف القائم بالاتصال وفقا لرؤيته وأهدافه ومكتغاته هذا في قراءة اليوم لكيف يمكن أن تصدر أو أن تنطلق أو أن يتم سرد هذه الشائعة ولكن في السابق كانت تصدر إما في صحيفة إما يتم تداولها إما تصدر ربما عمر التداول المجتمعي اليوم اطلقها بات مختلف تطلق الشائعة في منطقة ما تذهب لتصبح فيرل أو ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي بحالة الترند وهذا ما يشكل التداعيات النفسية أو خطورة اليوم المعلومات الكاذبة ما في الشك أن هذه المعلومات الكاذبة التي تخلق درجة أعلى من الإصارة وتتعظم قبلها حملات الهمس التي تنتشر من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى وبالتالي يتعظم دور حملات الهمس في وقت الأزمات عندما تنشر وسائل التواصل الاجتماعي هذه المعلومات عبر الأفراد وتنقلها إلى المجتمعات خاصة إذا كانت تمس اهتمامات المواطنين فأنا أهتم بالمشكلة التي تمس حياتي ومهنتي وأثاليب معيشاتي ومن هنا تأتي هذه الأحداث وفقا لقضايا اجتماعية وسياسية وأزمات قد أعاني منها مثلا تمس قضايا التموين تمس قضايا المرتبات تمس قضايا العمل وبالتالي تصبح وسائل التواصل الاجتماعي مجالا خصبا لنشر الشائعات وتداولها وانتشار حملات الهمث والإثارة من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى عبر هذه الأزمات خطورة ما يحصل في الأسانوات الأخيرة في الأشهر الأخيرة حالات انتحار قاصر انتحت في مصر بعد صورة مركبة نتابع في الولايات المتحدة حالات انتحار شبه يومية بسبب وسائل التواصل الصور المركبة والأخبار المتداولة والكاذبة والشائعات ما السبيل اليوم لحماية الأفراد لا يوجد شك الفرد الفرد الذي يتعرض لأزمة أزمة معلوماتية أزمة حياتية أزمة لصورته أمام المجتمع هنا يتعرض لانعدام الأمان النفسي والوجداني واهتزاز صورته في المجتمع الذي يعيش فيه ومن هنا تصبح حياته متعرضة لأي أزمة في هذا السياق ومن هنا يتعرض للانتحار يتعرض لتشويص صورته وبالتالي هذه الأمور انتشار الغموض حول حياة هذا الشخص يتحقق بمقتضاها مبررات تبرر له الانتحار تبرر ردود الفعل المضادة الشخص الذي يتعرض لجريمة أو لأزمة أو لفضيحة كل هذه الأمور تحقق تهز صورته في المجتمع ما المطلوب بعد تقرير مركز إعلامي لمجلس الوزراء في مصر دكتور صفوات لمواجهة ما يحصل ومن تدعيات المطلوب المطلوب أننا نريد وقت كل أزمة أننا نحقق المعلومات ونرد على الدعاية المضادة بالمعلومات الصحيحة السريعة المباشرة التي تهد الرأي العام وتؤكد له أن هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة دقيقة أو غير حقيقية وبالتالي الإعلام الصحيح الجاد والمستنير يستطيع أن يواجه الشائعات ولا يترك المجال غامضا حتى تعبس وسائل السوشيال ميديا في وجدان الناس وسمعتهم ومقرراتهم أشكرك دكتور صفوات العالم أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة كنت معنا مباشرة بسديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة المصرية